لكرة السلة رجال بقيادة الكابتن أشرف توفيق يمكن عملوا مطشين وديين واللعب في المنتخب عملوا مطشين مع الطيران والزهور ولكن عملوا مطشي ثالث مع القناة لما رجعوا اللعب الدوليين قدر النادي الأهلي يفوز 116-60 في هذه المباراة الكابتن أشرف توفيق بيستعد بالمباراة دي لطبعا لدور 8 من بطولة المرتبط اللي هتبقى قدام نادي الزمالك يوم 17-12-19-12 الجاري مطشين مهمين يمكن نادي الزمالك غير جهاز فني جاب مدير فني جديد يعني لسه فيه أمور يعني المطشي أصد أقول إنه هو يعني يجاي ومع ظروف كورونا فالدنيا مع ظروف المنتخب العيبة كتير كانت هناك فالدنيا مش متزبطة بس هو المطشي الأول إن شاء الله يوم 17 يوم 19 أول مباريتين وبعد توقف كبير فطبعا كنتش أشرف بيحاول بشكل كبير خلال الفترة دي وإحنا الحقيقة سألناه خلال الفترة دي إنه يزود الانسجام ما بين اللعبة زماؤنا لحضراتكم ست صفقات جداد أو خمس صفقات جديدة يعني لسه ما دخلوش جوال فرق خلينا أقولكم حاجة